تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان بشأن المسؤولية الطبية البرنامج المشترك يهدف إلى اكتساب الخبرات اللازمة في مجال المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية للارتقاء بالمنظومة الصحية بهدف مجابهة كافة صور الأخطاء الطبية والعمل على تداركها انطلق البرنامج التدريبي المشترك بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بشأن المسؤولية الطبية والذي يهدف إلى التواصل الفعلي والقانوني بين المشاركين بغية تبادل الأفكار واكتساب الخبرات اللازمة في مجال المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية نظراً للطبيعة الخاصة لهذه النوعية من القضايا التي يغلب عليها الطابع الفني لارتباطها بما تنتهي إليه اللجان الفنية من إثبات توافر الخطأ الطبي بمدلوله الفني والقانوني أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة من نوع خاص موضوع الحق في سلامة جسد أو حياة إنسان ومستقبل طبيب يمارس مهنة إنسانية ومن هذا المنطلق فقد أحطها المشرع بسياج قانوني خاص يتيح للمريض الوثوق في الطبيب المعالج له ويمنح الأخير قدراً من الحرية والإطمئنان لكي يقوم بعمله على أكمل وجه مع وضع أطر وضوابط قانونية للمسؤولية الطبية عما قد يلحق بالمريض من أضرار ناتجة عن الأخطاء الطبية ويتضمن هذا البرنامج سلسلة من ورش العمل التخصصية التي ستهدف إلى التطبيق الصحيح لأحكام القانون إلى جانب التصرف الصحيح في القضايا التي تقع من مزاولية المهن الصحية المختلفة من منطلق ما كفله دستور مملكة البحرين في الحق بالرعاية الصحية وما أولده النيابة العامة من اهتمام في الشكاوية المتعلقة بالأخطاء الطبية حيث وجه سعادة الناب العام الدكتور علي بن فضل البعينين لإقامة برنامج تدريبي يعنى بالأخطاء الطبية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وسيعقد البرنامج على مدى ستة أشهر وسيقدم ورش عمل مشتركة بغية التواصل الفعلي والقانوني لتبادل الأفكار وتطوير الأداء واكتساب الخبرات اللازمة وسشارك إن شاء الله مع نخبة من المحاضرين في هذا البرنامج التدريبي للارتقاء بالعمل وزيادة التخصص وصولا للهدف المنشود بتحقيق العدالة الناجزة وهي سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية ويعد هذا البرنامج التدريبي المشترك دليلا على تكاتف كافة مؤسسات الدولة على تحقيق مصلحة المجتمع والعمل على ضمان حماية حقوق الكوادر الطبية والمرضى على حد سواء بكل عدالة وشفافية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين